السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميسي ياسمين كمال. النهاردة جايين نحل قراءة متحررة على قصة السمكات السلس. لو انت ما شفتش فيديو الشرح لازم ترجع تشوف الفيديو. وكمان كان عندنا فيديو تدريبات منوعة لازم تتفرج عليه الاول. وتعالى يلا عشان نحل سؤالي من تحيان. نتخيل كده لو هو جاب لنا فقرة من القصة نفسها. يا ترى ايه من اسئلة اللي هتكون موجودة عليها? تعالوا نشوف الاسئلة اللي معنا النهاردة. اول سؤال بيقول لي اقرأ ثم عجل. معنا فعاجلة. كلمة عاجلة عرفنا ان معناها اسرعت. عاجلة الامر معناها اسرعت. مضاد الحزم. الحزم مضادها التردد. جامع النهر الانهار. وعندنا مفرد سمكات اكيد سمكة. حرف جارد. يلا نبحث عن حرف جارد. كل مرة بنقولهم من ويلة عن وعالة فيل والبق والكف والليل. دور على واحد فيهم. عندنا هنا من. يلا نكتبها. الاسم المجرور. يلا نطلع الاسم المجرور اللي بعد حرف الجرء اللي احنا كتبناه. ما نطلعش اسم مجرور تاني. هنكتب مدخل. طالب مني هنا فاعل وعلامة اعرابه. يلا ندور على فاعل عشان نطلع الفاعل جدا. عندنا هنا اتى صيادان. يلا نكتب الفاعل. صيادان. علامة اعرابه عشان نحدد علامة الاعراب. لازم نرجع نبص على الكلمة. نشوفها مفرد ولا مسنة ولا جامع. لانا صيادان مسنة. والفاعل المسنة بيرفع بالالف. هنكتب له العلامة الالف. ضع علامة صح او خطأ. دواعد الصيادان لاستياض السمكات السلام? اكيد الاجابة صحيحة. عجزت السمكة الاولى عن اتخاذ القرار فوقعت فيه شباك الصياد. الاجابة دي خطأ لان السمكة الاولى اتخذت قرارها سريعا ونجد بنفسها. يوجد الغدير بمكان معروف للجميع. المكان ما كانش معروف كان بفجوة في الارض. اختر الاجابة الصحيحة. تصرفت السمكة الاولى بيه? تردد ولا عجز ولا حزم? طبعا اكتر تصرف عجبني هو تصرف السمكة الاولى. لانها اتخذت قرارها سريعا واستطاعت ان تنجو بنفسها. بعد ما شفنا قطعة القراءة اللي اصلا موجودة عندنا في القصة جيت دور بقى نشوف القراءة المتحررة. ليه? لان انا عارف ان الاختبار بتاعي بيكون قراءة متحررة. هتكون لها علاقة بقصة في المنهج لكن مش هتكون من المنهج بتاعي. فعشان كده لازم اقراءها كويس الاول وبعد كده بتتجاوب على الاسئلة. وكمان وانا بجاوب على الاسئلة برجع تاني عشان اتأكد من اجابتي من الفقرة اللي هو من دهالي. يلا نقرأ الفقرة وبعد كده نحل الاسئلة. بيقول لي بدأ الرحالة يومهم في البحث عن مكان التخيل. ظلوا يبحثون وارتابوا انهم لن يعصروا على الغذير ليتيسر لهم الشرب والصيد. سبق القائد مجموعته فاجتاز طريقة تنى مسرعا عندما سمع صوت اندفاق الماء. بعد ان قنط الجميع. وصاح سعيدا اقبلوا. فوصلوا واشعلوا نيرانهم على شفير النهر ليعدوا وجبة العشاء. وبعد ان فرغوا عاجلوا الى النوم. ليبدأوا يوما جديدا مليئا بالمغامرة والمتعر. يلا بينا نحل الاسئلة. اول حاجة بيقول لي اختر المعنى المناسب. ارتابوا معناها شكوا. الغذير النهر الصغير. اكتازة معناها سلكة. قنطة معناها يا عسى. شفير جانب النهر. وكلمة عاجلوا معناها اسرع. سل الكلمة الملونة بالمعنى المناسب. عندنا هنا مجموعة كلمات وممكن يكونوا شبه بعض شوية لكن كل واحدة ليها معنى بالسياق بتاعها. تعال نشوف. اول حاجة بيقول لي فرطة الصغير العقد. كلمة فرطة دي معناها نصره وفرقه. فرطة العامل في واجبي. فرط هنا معناها قصر. انفق مالك بلا افراط او تفريد. بلا افراط يعني باعتدال. وعندنا صهيرة طيلة الليل بجوار اخيه المريض من فرط حبه له. كلمة هنا من فرط يعني من شدة. اجيب على الاسئلة. لماذا شعر الرحالة باليأس? لماذا? لانهم لم يعصروا على الغذير الذي يتيسر منه الشرب والصين. من الذي استطاع الوصول الى مصدر الماء? القطعة هنا قالنا انه هو القائد. القائد الذي استطاع الوصول الى مصدر الماء. ماذا فعل الرحالة بعدما عصروا على الغذير? الرحالة استعدوا جهزوا وجبة العشاء وناموا مبكرا حتى يستعدوا ليوم جديد. وبهنا يكون وصلنا لنهاية حلقتنا. هتنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.